اعلنت مصالح الحماية المدنية في صفحتها الرسمي على الفيسبوك أمسية الياء أمس عن العثور على جثة المحام المفقود جامر الدين شاوي في ولاية سكيكدا وعثر على الجثة حسب بيان الحماية المدنية في منطقة توميات بإقليم بلدية الحروش وحسب عدة مصادر فلقد عثر راعي غنم على الجثة وهي بداخل كيس بلاستيكي مدفونة بمحاذثة طريق شرق غرب بمنطقة توميات بالحروش وظهر على الجثة آثار ضرب على مستوى الرأس والوجه إن لله وإن إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر